موسيقى من تلفزيون وطن نحييكم وأهلا بكم في موجز الأنباء وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اليوم الاثنين على إعلان الدوحة الذي جاء بعد سلسلة مباحثات جرت بينهما أمس الأحد في العاصمة القطرية الدوحة برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني وتم الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات برئاسة الرئيس محمود عباس للإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية وعلى ضرورة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني والتأكيد على الاستمرار في خطوات تفعيل منظمة التحرير بالتزامن مع الانتخابات استشهد اثنان من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الليلة الماضية في حادثين منفصلين أحدهما استشهد جراء انهيار نفق للمقاومة والآخر في حادث عرضي اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين المواطن يعقوب أحمد اشتيوي بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح أثناء تصديه للجرافات العسكرية الإسرائيلية التي جرفت أرضه شمال قرية كفر قدوم بمحافظة قلقيليا شرعت أعداد كبيرة من سكان بلدة العيسوية وحي الطور وسط القدس المحتلة بفعاليات احتجاجية واسعة صاحبها اشتباكات مع قوات الاحتلال التي توفر الحماية والحراسة للأليات والجرافات التي تستهدف المنطقة منذ ساعات الصباح كما اعتقلت قوات الاحتلال أحد أصحاب هذه الأراضي وهو المواطن توفيق أبو سبيتان بعد أن انهالوا عليه بالضرب المبرح رفض 25 مدرساً إسرائيلياً الانصياع لقرار وزير المعارف الإسرائيلي إلزام الطلبة بزيارة الخليل كونها تشكل إرثاً تاريخياً لإسرائيل على حد زعمه حيث اعتبر هذا القرار يسعى لخلق واقع جديد حول الاستيطان في الضفة الغربية وإرغام الطلبة على التضامن مع الاستيطان والمستوطنين عقد مركز الإعلام القضائي ورشة عمل حول دور الطب الشرعي في التعرف على حيثيات الجرائم أثناء البحث الجنائي وقال القاضي بلال أبو هنطش إن الطب الشرعي بحاجة إلى عملية تطوير متواصلة وتوفير عدد من الأطباء والخبراء في هذا المجال إلى جانب ضرورة وجود عدد من المواد والأجهزة المساندة لتفاصيل هذه الأنباء وغيرها بإمكانكم متابعة نشرة وطن الإخبارية عند الساعة الثامنة دمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر